الحمد لله رب العالمين وعلى أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لازلنا في الحديث عن التخصيص وهو من جملة باب العام والخاص وقد تقدم الحديث عن تعريف الخاص وتعريف التخصيص وقلنا في التخصيص هو إخراج بعض أفراد الجملة وذكرت أنه ينقسم إلى قسمين كما ذكر المسنف ينقسم إلى متصلين ومنفصل قد جعل المسنف رحمه الله المتصل كم قسم ثلاثة أقسام الاستثناء والشرط والتقييد بصفة تكلم المؤلف عن الاستثناء فعرفه بقوله إخراج ما لو لاه لدخل في الكلام ثم ذكر شروط صحة الاستثناء ثم ذكر الشرط في الشرط مسألة واحدة وهي أنه يجوز تقديم الشرط على المشروط والعكس يجوز تقديم الشرط على المشروط كقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ثم ذكر القسم الثالث وهو قوله وهو الذي وقفنا عليه وهو قوله والمقيد بصفة وذكرت في الحديث عن الصفة أن المقصود بالصفة هنا كل معنى يضاف يقصد به التقييد سواء كان نعتا أو كان حالا أو كان بدلا أو كان غير ذلك فليس المقصود بقوله رحمه الله والمقيد بالصفة أي النعت فقط بل كل ما أضاف معنى في السياق الذي ورد فيه قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق هذه الجملة متعلقة كما ذكرت بمبحث المطلق والمقيد وليست من مسائل العام والخاص لأن العلماء يجعلون المطلق والمقيد بابا مستقلا لكن لما كان من وسائل التخصيص التقييد بصفة والتقييد يتصل بالمقيد فهو نوع من القيد الذي يقابل الإطلاق ويقابل التخصيص جعله المؤلف ويقابل العام جعله المؤلف رحمه الله منفذا للحديث عن المطلق والمقيد فأدرج البحث في المطلق والمقيد في هذا الموضع ولم يخصهما بباب والجامع المشترك بين العام والخاص والمطلق والمقيد الاتفاق في المعنى فإن العام شمول كما أن المطلق شمول لكن بينهما فرق في الشمول فالعام شموله عام يشمل جميع الأفراد وأما المطلق فعمومه بدلي ولهذا يفرقون بين العام والمطلق يقولون العام عمومه شمولي أي أنه يشمل جميع الأفراد التي تندرج تحت اللفظ العام وأما المطلق فعمومه بدلي أي أنه يصدق بصورة واحدة فقط فإذا قلت جاء رجل فإنه يصدق هذا بمجيء زيد لكن عندما تقول جاء الرجال أو أكرم الطلاب فهذا لا يصدق تحققه بإكرام زيد من الطلبة فقط بل لابد من شمولهم جميعا ولهذا الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده وأما العام فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد هذا ما قيل في الفرق بين العام والمطلق يقول رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق نحتاج أن نعرف ما هو المقيد وما هو المطلق المقيد هو بدأ بالمقيد ونحن نبدأ في التعريف بالمطلق لأن المقيد سيعاد فهمه إلى المطلق المطلق اسمه مفعول من أطلق يطلق إطلاقا هذا في اللغة فهو مطلق وهذه المادة مادة الطاء واللام والقاف تدل على الإرسال والتخلية وأما في الاصطلاح فتعريف المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هكذا يعرف العلماء رحمهم الله المطلق اللفظ المطلق هو المتناول لواحد يعني يصدق على واحد لا بعينه لكنه ليس معينا ليس زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد إنما واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه لأنه يذكر في ذلك الجنس مثل ما تقول رأيته رجلا رجل هنا مطلق ليش؟ لأنه يمكن أن يكون زيدا يصلح أن يكون زيدا وبكرا وعمرا وخالدا وعمر وغير ذلك من الرجال وقيل في تعريف المطلق أن نكر في سياق الإثبات وهذا نوع من التعريف وهو مثل ما ذكرت تعريف بيش بالمثال لأنه بيّن صورة من صور المطلق مثاله قوله تعالى فتحرير رقابة لفظ رقبة لفظ مطلق يصدق على كل رقيق ذكر أو أنثى لكن يتحقق الأمر والامتثال بإعتاق رقبة واحدة بإعتاق رقبة واحد مهما كانت صفتها مدام أنها رقبة مدام أنه رقيق أما المقيد إذا عرفنا الآن المطلق لأننا نحتاج إلى المعرفة المطلق والمقيد حتى نفهم كلام المؤلف رحمه الله أما المقيد فهو اسم اسمه مفعول من قيد يقيد تقييدا فهو مقيد وأصل هذه المادة يرجع إلى الربط والشد والتوثيق وأما في الاصطلاح ما تناول معينا طيب هناك ماذا قلنا في المطلق المتناول لواحد لا بعينه هنا قال ما تناول معينا هذه حال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه مثال ما تناول معينا أكرم زيدا الآن أنت أكرمت أنت حددت الإكرام بمعين الأمر بالإكرام توجه إلى معين وهو زيد مثال الموصوف بزائد على حقيقة جنسه نحو قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فالوصف الآن زائد على الجنس الجنس هي الرقبة فلما جاء وصف زائد على جنسه كان ذلك من المقيد فخرج الإطلاق الإطلاق فتحه رقبة هنا مطلق لكن لما جاء بصفة ميزت هذا الجنس صار إيش صار إيش أخوان صار مقيدا طيب المؤلف ماذا يقول الآن يقول والمقيد بصفة يعني اللفظ المقيد بصفة زائدة على جنسه يحمل على المطلق أي يقضي على الإطلاق هذا معنى يحمل على المطلق يعني يفسر به المطلق فقول الله تعالى في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين فتحرير رقبة دون أن يقيدها بصفة جاء في آية القتل في سورة النساء فقيدها بمؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة هذا القيد يحمل على المطلق فما جاء من إطلاق في غير هذا الموضع حمل عليه المقيد طيب قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق مثل لذلك بقول كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ما معنى يحمل المطلق على المقيد يعني يفسر المطلق بالمقيد يعني التقييد يقضي على الإطلاق فقوله تعالى في كفارة اليمين فتحرير رقبة وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة يقضي عليه قوله جل وعلا في سورة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وهنا نحتاج إلى أن نقف في ما يتعلق بمسائل حمل المطلق على المقيد هل هذا في كل الصور الواردة أم أن هناك تفصيلا الجواب أن حمل المطلق على المقيد له أحوال الحال الأولى أن يتحد النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب أن يتحد في الحكم والسبب فهنا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء أن يتحد في الحكم والسبب يعني سبب الحكم والحكم السبب الموجب للحكم والحكم إذا اتحد عند ذلك حمل المطلق على المقيد في قول الجماهير مثال ذلك هذه الحال الأولى ما هي الحال الأولى اتحاد السبب والحكم في النص أن يتحد السبب والحكم في النصين فهنا تحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء مثال ذلك قوله تعالى في كفارة حلق الرأس فمن كان به أذم من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك النص هنا مطلق أو مقيد سؤال النص هنا مطلق أو مقيد مطلق ففذية من صيام يصدق على يوم وعلى عشرة أيام يصدق بيوم واحد أو نسك يعني ذبيحة أو صدقة يعني بأدنى ما يكون لو بفلس لأنه يصدق على كل هذه الصور فليس هنا تقييد هنا إطلاق ننظر إلى السبب ما سبب هذا الحكم حلق الرأس فدية الأذى وما هو الحكم الفدية بصدقة أو صوم أو نسك هذا هو السبب وهذا هو الحكم في هذا النص نأتي إلى حديث في الصحيحين حديث كعب بن عجر رضي الله عنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له القامل يتناثر على وجهه فقال له أي أذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق رأسك أو قال أحلق ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو أنسك ما تيسر أو أنسك ما تيسر فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور خيره بين ثلاثة أمور بين ثلاثة أمور الآن هذه الأمور هي الفدية صيام ثلاثة أيام أو صدقة صدقة ستة مساكين لكل مسكين نصف صع كما جاء بيانه في رواية أخرى والنسك وهو ذبح شات هذا نص ما سبب هذه الفدية ما سبب هذا الحكم فدية الأذى حلق الرأس طيب وما الحكم هو الصوم أو الصدقة أو النسك الآن النصان اتفق اتحدى في السبب واتحدى في الحكم هذا عند جماهير العلماء يحمل المطلق اللي هو إيش ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على المقيد وهو ما جاء في الحديث من تقييد الصيام بثلاثة أيام ومن تقييد الإطعام بإطعام ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع والنسك مطابق للآية لأنه قال أو نسك والنسك هو ذبح شات فليس فيه فليس فيه تقييد هو مطابق لما في الآية لكن بيّنه بأنه شات لأن النسك يصدق على الإبل ويصدق على ذبح البدنة والبقرة والشات فذبح شاتا كما جاء في الرواية الأخرى أتجد شاتا قال لا قال أطعم ستة مساكين أصم ثلاثة أيام أطعم ستة مساكين المقصود أن الحكم والسبب اتحدى فحمل المطلق على المقيد وهذا أقول جماهير العلماء هذه الحال الأولى الحال الثانية أن يختلف أن يختلف في الحكم ويتحدى في السبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد مثاله الصيام في الكفارة فرض الله تعالى صوم الكفارة في الظهار متتابعة فقال فصيام شهرين متتابعين وفرض التتابع وفرض التتابع في صيام كفارة القتل أيضا قوله تعالى ما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ وما يقتل المؤمن خطأ فتح رقبة المؤمن ودية مسلمة للأهل ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هنا النصوص ذكرت الصومة كفارة واشترطت فيه إيش التتابع في كفارة في كفارة قتل الصيد هي أيام هي أيام متعددة لكن لم يشترط فيها التتابع مثل أيضا كفارة الصوم في اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيو رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام ذكر الله فيها تتابع لم يذكر الله فيها تتابعا الآن هنا اتحد الحكم وهو كون الكفارة صياما واختلف السبب ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء فلا يشترط التتابع في صوم جزاء الصيد ولا يشترط التتابع في صوم في كفارة الصياء في كفارة اليمين لا يشترط التتابع في كفارة اليمين هذا ما يتعلق بالحال الثانية الحال الثالثة أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب مثاله قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدون لما قالوا فتحروا رقبه المؤلف مثل لهذا النوع مثل للنوع الذي يتحد فيه الحكم ويختلف فيه السبب حيث ذكر في الكلام قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فالرقبة في الظهار لم تقيد بالإيمان قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبه من قبل أن يتماسه في حين في كفارة القاتل قال ومن قتل مؤمنا خطأا فتحريروا رقبة مؤمنة الآن اتحدى في إيش في الحكم وهو تحرير الرقبة لكن في آية كفارة القاتل ذكر الإيمان وصف الإيمان للرقبة وفي آية الظهار أطلق هل السبب هل السبب واحد الكفارة في الآيتين أم مختلف مختلف في آية الظهار السبب هو الظهار وفي آية القاتل السبب هو قتل الخطأ فهنا العلماء اختلفوا على قولين شهيرين هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد فقال جماعة يحمل المطلق على المقيد احتياطا للخروج من العهدة وهذا مذهب الجمهور جمهور العلماء وهو مختاره المؤلف لأنه مثل به ولكن اختلف هؤلاء هل الحمل من جهة اللفظ أو من جهة القياس يعني هل هو قياس أو من جهة دلالة اللفظ على قولين المقصود الخاتمة بغض النظر عن هذه القضية أنهم أن الجمهور قالوا بأنه مطلق على المقيد في حال اختلاف السبب واتحاد الحكم أما القول الثاني فقول من قال أن المطلق لا يحمل على المقيد لاختلاف السبب لاختلاف السبب هناك حالة رابعة في أذكرها بعضهم يقول أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم فعند جماهير أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد ومثلوا له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم وارجولكم إلى الكعبين حيث حيث إن الله تعالى أمر في هذه الآية بغسل اليدين إلى المرافق في الوضوء قال تعالى في التيمم فإن لم تجدوا مان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإلى أي حد ينتهي التيمم الجمهور على أن التيمم ينتهي للكفير فقط طيب هنا ما حمل المطلق هنا قال أيديكم ما حملوا المطلق آية الوضوء مقيد الغسل إلى فامسحوا فاغسل وجوهكم أيديكم إلى المرافق هنا ما قيد فهل يحمل المطلق على المقيد السبب واحد وهو الطهارة والحكم مختلف وهو الوضوء عند إمكان الماء ووجوده والتيمم عند عدم الماء إما حسا أو حكما ومع هذا الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا أنه في هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني من أنواع المخصصات التخصيص بالمنفصل ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدة أقسام قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا النوع الأول من المخصصات المفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة هذا الثاني تخصيص السنة بالكتاب هذا الثالث تخصيص السنة بالسنة هذا الرابع يقول مصنف رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا شروع في ذكر المخصصات المفصلة وقد ذكر منها المؤلف ثلاثة القرآن والسنة والقياس قوله رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا أول المخصصات المنفصلة وهو القرآن فيجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص خاص من القرآن مثال ذلك قوله تعالى ولا تنكح المشركات هذا النص عام في تحريم نكاح المشركات من هن المشركات الأصل في إطلاق الشرك أنه كل من لم يؤمن بالله ورسوله فهو مشرك فنعى الله تعالى عن نكاح المشركات سواء كنا كتابيات أو كنا وثنيات لكن هذا العموم خص بقوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم فحل الله تعالى المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهذا تخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب ومثله أيضا تخصيص قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هذا فيه إباحة كل نكاح بكل امرأة لأنه قال فانكحوا ما طاب لكم يعني ما اشتهيتم وطاب لكم من النساء لكن هذا مقيد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب ولا فرق في هذا التخصيص بين تقديم الخاص على العام أو تأخره فسواء تقدم النص العام أو تأخر بعد مجيء الخاص يعتبر التخصيص باقيا النوع الثاني من المخصصات المنفاصلة تخصيص الكتاب بالسنة فيجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص من السنة وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لا فرق في ذلك بين أن يكون النص النبوي متواترا أو أحادا عند الأئمة الأربعة فيجوز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو كانت غير متواترة في قول الأئمة الأربعة مثال ذلك تخصيص قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين هذه وصية من الله بيّن فيها قسمة الميراث وعمومها يقتضي أن الولد يرث والده في كل الأحوال فلو كان الأب مسلما وابنه مرتدا أو كافرا أصليا بأن أسلم الأب وبقي الولد كافرا فإنه يشتشمل هذه الآية لقول يوصيكم الله في أولادكم لكن هذا العموم خصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكذلك تخصيص قوله جل وعلا في المحرمات بعد أن عدها قال وأحل لكم ما وراء ذلك يعني من النساء هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالته هذا تخصيص للكتاب بالسنة النوع الثالث من المخصصات تخصيص السنة بالكتاب أي تخصيص عموم السنة بنص خاص من الكتاب كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا نص نبوي يفيد أنه لا ينفع في الصلاة للمحدث إلا أن يتوضأ لكن القرآن قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا هذا من تخصيص السنة بالكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميتة هذا خصوه بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فأذن الله باستعمال الأصواف والأوبار والأشعار سواء كان من حي من حيوان ذكية ذكاة شرعية أو مات حتى فأنفه في حين أن الحديث قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فما قطع من شعر البهيمة هل يكون ميتة أو لا؟ ما قطع من البهيمة ميتة فيما يدل عليه حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه لكن الآية دلت على الإذن وأنه مما يجوز استعماله فكان هذا من أدلة تخصيص السنة بالكتاب كما ذكر ذلك جماعة من الأصوليين أما تخصيص السنة بالسنة وهذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من الصور فهذا كثير منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فلا يجوز بيع رطب أي تمر لم ينشف بتمر قد نشف نهى عن بيع الرطب بالتمر لماذا؟ نهى عن بيع الرطب بالتمر لأنه ربا ما يتحقق التماثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل سواء يدا بيد ما يتحقق لأن الرطب سيكون في الفصاع يأخذ محيزا أكبر من الرطب الناشف فلا يستوي لا يتحقق التماثل فإذا جهل التماثل علم التفاضل إذا لم نعلى تحقق من التماثل فالتفاضل قائم حكمه ولذلك لا يجوز بيع الرطب بالتمر مع هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية وبيع العراية هي صورة من بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لكن أذن فيه للحاجة فهذا تخصيص هذا مخصص خصص للسنة بيع الرطب في العراية بالتمر من عموم النهي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الرطب بالتمر ثم قال رحمه الله والنطق بالقياس هذا هذه الصورة الخامسة التي ذكرها المؤلف من صور المخصصات المنفصلة قوله رحمه الله والنطق بالقياس يعني وتخصيص النطق بالقياس ما المراد بالنطق يعني الكتاب والسنة المراده بالنطق الكتاب والسنة وهو تخصيص القرآن تخصيص السنة بالقياس وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله للنطق حيث قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله فيجوز وسيأتي تعريفه للقياس أيضا فيجوز تخصيص عموم القرآن وعموم السنة بالقياس لماذا لماذا يجوز تخصيص الكتاب القرآن والسنة بالقياس قالوا لأن القياس يستند إلى نص من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله فهو في الحقيقة يرجع إلى كونه مخصصا بالكتاب أو مخصصا بالسنة فوجب حمل الأعم على الأقص ولأن بالتخصيص بالقياس عملا بالدليلين وهو أولى من الإهمال وهذا مذهب الجمهور ودهب الحنفية وهذا هو أقول الثاني في المسألة إلى أنه لا يصحك تخصيص بالقياس إلا إذا جاء دليل خاص لماذا؟ لأن القياس دلالته ظنية أضعف من دلالة النص وقد مثل القائلون وهم الجمهور لجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده هذا في الحرق أما الرقيق فإنه يجلد على النص من الحرق ويجلد خمسين جلده نجل